أن الثري أو الغني مطالب بالشكر على الابتلاء بهذه النعمة وقلنا إن كانت فلال فيتصدق طبعا لا تصدق بفلال وإنما الشكر هنا للذي عنده مساكن كثيرة ومستريح فيه المساكن أن يقدم للمحتاجين والمتضايقين والذين لا يجدون سكنا من الشباب أن يبني لهم مثلا بعض عمارات أو سكن ويقدم لهم هذا العمل هذا هو ما نقوله من أن شكر نعمة شكر كل نعمة من جنسها يعني نعم أولا لا يصح أو لا يقبل الشكر بالكلام وهي كلمة نكرر الحمد لله نشكرك رب الشكر الله هذا نعم هذا مطلوب من نسبة اللسان لكن الشكر الحقيقي الذي هو واجب في هذه الأحوال هو أن يخرج مما امتلك مالا أو عقارا أو إلى آخر بل حتى إذا كان علما إذا كان مثلا الطب ربنا أعطى بعض الناس علم ووفقهم في مهنتهم هؤلاء عليهم الشكر هذا الشكر لا يمكن أن يكون مثلا بشيء من المال أو بشيء لا وإنما بأن يتقن هذا العمل ويقدم جزء من هذا العمل مجانا للمحتاجين للمرضى المحتاجين وهذا هو لو كل إنسان ربنا أعطاه هذه النعمة أشرك غيره بقدر ما يستطيع من جنس هذه النعمة هنا يحصل التكافل الاجتماعي والذي هو مبني على أساس ديني وعلى أساس شرعي فإذن الشكر كما هو مطلوب أو الصبر كما هو مطلوب في الابتلاء بالمصائب هو أيضا مطلوب في الابتلاء بالنعمة ومعنى الصبر هنا هو الصبر على إخراجها والصبر على تحمل تبعات هذا الإخراج سواء كان وقت أو سواء كان إجهاد أو سواء كان إرهاق أو سواء كان على حساب متعته على حساب إلى آخره يعني لا يقال دائما أن الابتلاء هو ابتلاء بالمصائب لا اشتركوا في القناة